اللي هي كانت شوية زي ما قالوا الناس عظم، أنا طبعاً براجع الفيدباك في التعليقات، كانت شوية صعبة، لكن المسألة هي إنه إنت أول مرة يعني يحصل لك زي ما بقولوا تقابل المصطلحات دي، ناس السنستيفيتي تاناليسيس والمودلينج التكنيكس والمودلينج السيمولايشنز، عفواً، والمونتي كارلو، تورنيدو دايجرام، اي ام في، التفاصيل لكل جهيدة عليك، فإنت حتى بك معاه في مليار داي باي داي، لما انت تراجع جوجل، تمشي تشوف يوتيوب، تمشي تحضر فيديوهات، محاضرات تانية، لازول تاني، تراجع الفيديو الموجودة السحالية قدامك، وبتصل إن شاء الله لمرحلة بتاع تفهم، ترضيك أنت حسب هدفك بمسألة ريسك مانجمينت، اليوم هنبدأ في شنو؟ هنبدأ في الريسك ريسبونس، خلاص، نحن حددناها، رتبناها، حسب الأولوية، حسب الأهمية، استخدمنا كمية من التلزان تكنيكس في عملية ترتيبة وتحليلة، أنا بعد ذلك أريد أن أتنخذ قرار إنه أنا كيف أتعامل مع ري هنبدأ في تعليفة زي ما قلنا، البروشيس دي هي عملية يعني إنشاء، لشنو؟ للـ option عشان نقوم تنهاز الـ opportunity، نزيد من الـ acquiring بتاع الـ opportunity، ونقلل من شنو؟ من الثريتس المخاطر على المشروع، الـ key benefits إنك أنت بتفهم محتاج ريسورسي قدر شنو؟ عشان تقوم تغذيها في الـ schedule في الجدول الزمنية بتاعتك، وفي البطار توجد في التكلفة الميزانية بتاعت المشروع، عشان الـ project ده يصل لأهداف، للفايدة الأساسية من عملية الـ risk response، لازم تخلي في بالك، حاجات تخليها في بالك أنت شغال plan risk response، إنك هتخلي بالك من الـ stakeholders attitudes أو السلوك بتاع الـ stakeholders، نحن قلنا من راقبه، وتطلعنا على أساس الـ risk أساساً، لازم نعرف إنه الحاجة لازم تكون متوافقة مع الـ risk management plan، يعني الـ plan أنت هتطلعه من الـ plan risk response، بتوافق مع شنو؟ مع الـ plan الطالع من الـ plan risk management الأساسية، لازم تكون متوافقة مع الـ constraints كلها، اللي هي schedule, time, schedule, cost, scope، لازم تتوافق مع ثلاثة الأساسيين ده، لأنه هيتأثر، يعني تلما تعمل خطة بتاعت مقابلة لأي رسك، هيتأثر الـ constraints ده معه، جميل؟ نمشي، قل لك في activities and roles conducted in the plan risk response process، يعني فيه حاجات انت بتعملها أساسية، أثناء ما شغال في شنو؟ في الـ plan risk response، شوف الحاجات بدي شنو؟ واحدة واحدة، أول حاجة بتكون مبنية على الـ response اللي أنا هعمله ده، مبني يا إما لـ threats، يا إما لشنو؟ لـ opportunity، لازم تكون فاهم الحاجة دي تماماً، لازم تكون فاهم إنه انه حيكون في تغيير محتمل في الموازنة حقاً المشروع، حيكون في تغيير محتمل في الجدولة الزمنية، حيكون في تغيير محتمل في شنو؟ في الـ scope، تمام؟ لازم تكون فاهم إنك لما انتي تعمل أي response لأي ريسك، في حاجة اسمها secondary risk لمصطلح جديد الليلة، secondary risk اللي هو الريسك اللي يحصل مباشرة من تنفيذ الـ plan اللي أنا عملته، مثلاً عندنا مثلاً دارين في الخريف طبعاً الخيران بتاعتنا دي كلها شنو؟ تتدفل في مدرمار، في الخرطون، في بحث، أو حتى في الولايات، فبقوموا وزال تربينا التحتية بتقوم تعمل قبل الخريف شنو؟ التعمل لازم نفير كده بتقوم تفتح الخيران، طح؟ فإنت لما نفتح الخيران سبحان الله، بيقوم بيخلوه شنو؟ بيخلوه فاتحة، يعني الخور بيكون فاتح، فإنت حالياً عملت ريسك جديد، اللي هو ممكن يزول لقع في المنك عربة تقع في الخورة اللي فتحت وينتدى وما قابله، يعني ذا ريسك ناتجة عن إنك عملت شنو؟ عليت ريسك معين، الإسم السكندري ريسك، السكندري ريسك ذا، إنت كريسك أو كبروجيك مانجر، لازم لازم تقوم تحلل وتقوم تتخذ على هذه القرارات، حتى تعمل إياه وشنو؟ الريسك ذا، فمرات الناس بيخلوه، يعني لما نخلو لك الخور، اللي كلمستمعين فاتح، دا اكسبتنس، ريسك أنه ممكن يزول لقع، النازل ما عندهم مشكلة، مثل المحلي دا ما عندهم مشكلة إنه زولي واقع، والخور فاتح عادي، فهم عملوا اكسبتنس، قبلوا الحاجة دي، على داك حسب مستوى مستوىك في المستوى الميزانية بتاعتك، الستيكولدر، يعني الناس المتعاملين مع ريسك ذا، قال لك فيه حاجة تانية اسمها ريسك، أو متبقي ريسك، أو زي ما قاعد يقول أستاذنا وبكريساني عقابة ريسك، يعني انت عملت ريسك أناليسيس والسكندر ريسك وعاليته، في ريسك كده تمام، يعني بيبقى لك حاجة متبقية، انت ممكن تعمله حاجة يعني، يعني مثلا، فتحت الخيران تمام، وقفلت هاي حاجة، لكن شنو؟ المطرة نزلت، فبقى فيه طين قاعد في الوطة، فيه طين، فيه أوساخ جات مع السيل مثلا، أو كده، ودي حاجة ريسدول، يعني مت تبقية، انت بعدها على حسب انت عايز تعملها شنو، برضو بنفس الطريقة يتم تحليلها، ويتم تحليلها، ويتم تحليلها، وكده، يعني مثلا، لو فيه أوساخ جات مع السيل، فبتقوم بتتواصل مع المحلية، أو ناس النفاة، يقوم بشير الحاجة دي، فدري زيد والرسك متبقي، لكن لازم شنو؟ لانت تكون فاهم انه لو انت عملت الحاجة، سيكون فيه معين، ومراحظين، كان لدينا ريسك ريسك، وطلعنا منه ريسك، وطلعنا منه سكندر ريسك، ويمكن يطلع منه حاجة يسمى ريسك، أو متبقي الرسك، طيب برضو لازم نفهم انه في الخطة الاحتياطية في حال تحصل الرسك، طيب نقوم نجيب الكلام واحدة واحدة، أنا في ريسك معين، ثريت أو opportunity، عشان أنا ريسك إذا أتحصل عليه، أو عشان أقوم ألغيه، بقوم بوفر ميزانية معينة، تمام؟ الميزانية المعينة أنا بنفي زمتين، بيقول لك لازم يكون في trigger condition، يعني هناك شيء يقولوني أنه خلاص الريسك تقرب بيه، تقوم تعمل شنو، تعمل خطة بتاعته، لا يسمى شنو، اسمها trigger condition، فلازم تنفيذها في optimum time، يعني في الزمن المناسب، يعني مثلا، تخيلوا مثلا، سودان دعمل بوق للمطار بتاعه من أول ما وهان دي عمل في حصل فيها المشكلة بتاعت كورونا دي، غفر المطارات بتاعته كلها، وغفر الحدود مع مزر، والشاد، والجنوب، وكذا، كل حتاته بقت مغفر، فإحنا كده عملنا شنو، كده عملنا إنه خلاص، ذا الزمن دا، الزمن كان ممكن إزلان يحمل فيه نفسه، ذا الزمن كان ممكن إحنا نحمي نفسها منه، فالدورة العملت كده معطوه معصي شنو، خلاص، الحالات فيها بدت تقيل، فده الـ optimum time، أنا أقصده لك، طيب دي هم حاجة أسي حالين في الإصلاة، بيقول لك إنه من غير المنطقي، It's never feasible، يعني حاجة ما منطقية، وnever desirable، يعني حاجة ما متوقعة تحصل، إنه كل الريسكات تكون أفويد، يعني خلاص، كل ما بها في ريسكات، الحاجة ما ممكن تصليها إنته كالريسك ماناجر، فكتو سمكستين لمدى معين أنت ممكن تعالي الريسكات الخطيرة، عشان كده لو راحصوا أمسنا، ما نتكلم مع تورنيلو دياغرام، قلنا إنه بيديك الريسكات الأثر أكبر على المشروع، فإنت طالما مقتنع معاي إنه الريسك كلها ما حيتم معالجته، فبتقوم بتعالج الريسك اللي بتأثر ليك على الأساسيات، على الـ scope، على الـ time، وعلى شنو، وعلى الـ cost، فلادين تفهم أنه ما في حاجة يسمى مشروع من غير ريسك، يهم حاجة مفروض نفهم، نمشي، طبعاً فاهمين أنه الـ plan الحان نطلع من plan risk response، يا خوانا، الـ process الاسمها plan risk response، الـ output بتاع اسمه response plan، أو risk response plan، خطة بتتعامل بها مع ريسكات اللي بتحددتها في الأول، تمام؟ طيب، الـ risk response plan التي تطلع دي، لازم تتداخل مع بقية الـ processes حاجة المشروع، هل يتداخل ليه مع الـ procurement، التعاقدات، هل يتداخل ليه مع الـ quality، هل يتداخل ليه مع الـ scope، مع الـ time، هل يتداخل ليه مع الـ cost، هل يتداخل ليه مع كل التفاصيل، مع stakeholder، management plan، كل الحاجات التي تتداخل معها، لأنه الـ plan الجديد، فعلى هذا الأساس، هل يتداخل ليه مع change management، يعني ببساطة كده، لما تعمل plan جديد، وتقرر انه تغير في الـ scope، فالتعاق من المنتده، سيقوم فيه لتابعة الـ process منفصلة، فأنت بتقول يا أخي، نحن لازم نقوم نغير الخطة بتاعتنا، التغيير ده هيأثر على الـ budget، نحن محتاجين ميزانية جيدة وكده، التغييرات دي بتقوم بيتأثر على كل المشروع مع بعض، هل يكون لها متكابلة، فأقول لك، لازم يكون فيه integration بياناتهم كلهم، ستأثر على الـ resource management, resource allocation والـ timing بتاعها، وتأثر على الـ communication، على مسألة التواصل، الخطة للتواصل، نمشي للإصداد البعض، هنا بتكلم على الناس اللي حينفزوا لي الخطة دي، فعندنا نفرين، واحد اسمه risk owner، واحد اسمه risk action owner، الكلام رح ألاقيك في الكتاب لما تقدر افتح، طيب، نشوف risk owner. أي ريسك، عنده risk owner، عنده ذو اللي بينفزه، دي اسمه risk owner، مدير قسم، مدير مكتب، دي شغلته مع ريسك ده، انت بتحدده عديد، بتدي responsibility، بتقول لك، الريسك ده بتاعك، طيب، وطبعاً بيكون مسجل انه في الريسك رجيستر انه الريسك الفلاني ده تابع لفلانة الفلاني بالنم، طبعاً لازم يكون specific، ليه؟ عشان بعدين يكون فيه محاسبة، طبعاً احنا مشكلتنا اننا ما قعدنا حاسب للمشكلة، المشكلة، فالريسك الجيستر انه تعرف انه المشكلة دي مسؤول منها منه، عشان بعدين البرفورمانس بداعه يتأثر في الـ KPI، عشان بعدين المرتبة الحيديو، وبعدين الباقي التفاصيل، البونس والتفاصيل دي الحديو من خلال شنو؟ من خلال البرفورمانس بتاعه يتأثر، فلازم يكون في شنو؟ في specific، أو specification، طيب، اللي أقل لك أي corresponding risk response يعني أي risk response طبعاً أي risk قدناها risk owner، تمام؟ الخطوة الثانية، الـ risk response ذات العملية بتاع التنفيذ دي بنتدي على واحد اسمه risk action owner، ده اللي حينفذ العملية دي practical، مثال، لناس الكهرباء، أنا بقوم شنو؟ بضرب لـ 48-48 صح؟ الـ 48-48 صحيحوا بيستنموا الـ risk risk owner، انه في مشكلة في الكهرباء وفي الحياة الفلان، بيقوموا بالدول منه، بضربوا للمكتب أولي عربية الطوارئ المعينة، ويقولوا لا يا أخي في بيت رغم كده، كهرباء قاطعة من الصباح، امشلوه، الـ risk action owner، الناس اللي سيجلوك، الـ risk action owner، فانت يا حبيبنا، لما تشاكل الناس ديال، وتعمل معاهم مشكلة، حيقوموا يعمل معاك مشكلة، ده اللي حيصلح لك كهربتك، فشنو؟ فخليك ظريف يا معلم، طيب، طبعا دلانه أنا طبعا كنت معاهم الناس اللي قبل كده، فبقوم بتدافع عنهم، طيب، برضو في معلومة مهمة، بيقول لك إنه شنو؟ إنه الـ risk owner و risk action owner قد يكونوا شخص واحد، يعني ممكن لما المشاريع ما يكون كبير، فالـ risk owner و action owner ما فيدي على التفصيل، فبكون شنو؟ بيكونوا نفر واحد، يعني زي بيقول لك، كما يعرف الزور دي strong independent woman، يلا ده لما ده يكون strong independent بيديبقى شنو؟ بيديبقى الاتنين عندك، انت risk owner و risk action owner مع بعض، تمام؟ ولله المثل الأعلى، طيب، في تعريفين طبعا عرفتهم قبل اللي هما secondary risk والresidual risk، الـ secondary risk دل arise directly من الـ response، والـ residual risk is remained after response have been implemented، يعني بفضل لي من عملية تنفيذ الـ response المعينة. الإصلاة ده بعده بسيط جدا، الحاجة كالعادة بنتكلم عنها، اللي هي critical success factor، عشان تنجح العملية دي في factors معينة I have to consider before implementing this process. طيب، زي شنو مثلا، هو قام فصل لك في الكتاب لثلاثة، في factors بتتعلق بالـ people، في factors بتتعلق بالـ plans، في factors بتتعلق بالـ analysis، طيب، فيما يتعلق بالـ people عشان الحياة التي بتلي الناس، الـ team بداعك الشغال، ان يكون في communication pure، يعني الـ communication يكون مستوى عالي بالـ e-mail، بالـ telephone، يجب أن يكون في الـ team مركي. بعد ذلك، لازم تحدد الـ roles and responsibilities، يعني دير شنو، للمهمات جدا جدا، فيما يتعلق بالـ communication، والـ roles and responsibilities. عندما يتعلق بالتخطيط بالـ planning، يجب أن يكون في عملية بالـ timing، زي ما قد يقول اسمه Roof Cliff، الـ timing مهم جدا جدا، في تنفيذ trigger، في تنفيذ risk response. يعني إنت في risk response، لو نفسه متأخر، زي العملنا ونحنا مع كورونا مثلا، أو حسب إمكانياتنا والعمل العالم، مثلا، مثلا، أمريكا مثلا، نحن خلينا، نحن مستوى المنتهين، أمريكا مثلا، ترامب دا بتعاور ليه كم سنة، كم شهر في موضوع كورونا دا، لما كان الـ timing حقب زي أسبيقات أعلى دولة بسجل الوفيات في العالم، مع أنها هي دولة بتبث الربع انتاج الكوكب، تخيل معي، بعد ما قد يتعامل معها، فالـ timing دا حاجة critical جدا 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 جدا، طيب، الحاجة الثانية اللي هي شنو، في الـ planning اللي هو الـ provision of resources، توفير الموارد، توفير الـ budget، توفير الجدول الزمنية المناسبة، يعني تدي براح زمني عشان نفسيه شنو، نفسيه الـ response دا، طيب، بعد ذاك بما يتعلق بالـ analysis بتاع risk response عشان تكون عملية دي ناجحة، حنتكلم عن إنه لازم تعمل development strategies معينة، طيب، اللي هي نتكلم عنها في الإصالات الجاية، الـ avoidance، اللي هي الـ avoidance، وفي كم، في كم point، أربعة هم، أربعة للـ negative، وأربعة لشنو، للبضل، فعنا نتكلم عنهم، برضو مفروض نحدد وإيش الـ threats وإيش الـ opportunities، دي مهمة جدا، انت، حين ما أقولنا بنتعامل مع business risk، او لاحظوا الكلام بقي بيتكرر، فالـ business risk دي، نحن بنتعامل معها، فيها opportunities وفيها شنو، وفيها threats. طيب، أنا ما عارف إذا كان الـ live شغال، أخواننا صوتي واضي، الحنون من قبل، ما لاحظت للـ ما لاحظت إذا كان مجموعة واضح، أوكي، تمام، 87 attempts، طيب، عندك الباقي شنو، عندك addressing interaction of risk response وإنشور الـ appropriate timing effective and agreed upon response. طيب، ديل فيهم كلام عشان كده قوم تفاصلتهم براهم في الـ slide الجاي. طيب، جميل. طيب، لما نقوم نعمل addressing the interaction of risk and response، لازم تفهم يا أخواننا إنه عملية الـ risk دي تتداخل مع كافة أطراف المشروع، تداخل مع الـ scope، تداخل مع الـ time، تداخل مع شنو، مع الـ cost. طيب، قال ليك، لما تجي تحدد أو تختار استراتيجية معينة، لازم تفهم إنه الاستراتيجية دي قد تكون حاجة اسمها mutual exclusive أو counterproductive. يعني شنو mutual exclusive و counterproductive؟ يعني أنت بتعمل bargain، بين منو؟ Bargain يعني بتعمل مفاضلة. يعني مثلا لو عملت mitigate the risk معين، ممكن الـ cost يقل، لكن ممكن حاجة تأثر على الـ time، تزيد الـ time، ممكن تأثر على الـ scope. لو أنا قلت لا، أنا دار يقوم الـ time عندي مهم، لما أنا قمت تـ invest on time، معناها شنو، معناها هيزيد معك الـ cost مباشرة، فهي كده، دي سمال counterproductive، يعني أنت بزيد حاجة تأثر لك على حاجة ثانية، يعني counter يعني عكس productive إنتاجية، counterproductive المصطلح مع بعضه إنه بقول لك إنك لما تعمل response معين، هيأثر على حاجة على حاجة ثانية، جميل؟ طيب، هنقوم نتكلم عن الـ pointer الثاني، حتى دي تكون واضحة اللي هي counterproductive دي، الحتى الثاني إنه كيف نحن تـ ensure appropriate, timely, effective and agreed upon response. بيقول لك مثلاً، any process, any proposed risk response يعني أي response أنا اخترحته، حيقوم تعمل لـ assessing against شنو ضد شنو ضد واحد من شنو الكراتيري الجاية دي، بمعنى آخر، عشان الـ response ده يكون appropriate، appropriate يعني مناسب، و timely يعني في زمن مناسب، ويكون effective يعني بيؤدي لها الغرض، ويكون متفق عليه، لازم يكون أول حاجة متوافق مع الـ organization value، يعني شنو متوافق مع منه؟ مع قيم المؤسسة، يعني المؤسسة عندها أفكار وعندها قيم وعندها مبادئ، يعني مثلاً البنك الريبوي والبنك الغير ريبوي، البنك الإسلامي مثلاً، ما عنده الحاجة دي عندها دي بيت يعني، لكن مثلاً البنك الإسلامي بيقول لك إنه نحن نعم نتعامل بشنو، نعم نتعامل بالـ interest rate، مثلاً، فدي، انت ما ممكن تقترح لهم إنه يعملوا معالجة للـ financial crisis اللي حصل بسبب كورونا من خلال انهم يقترضوا من بنك ريبوي، فالحاجة دي ما متناسبة مع الـ values حقت منه؟ حقت المؤسسة، فده ده كمثال يعني، برضو بيقول لك لازم تكون الحاجة دي technically feasible، يعني الحاجة دي ممكن تتنفذ technically. يعني ما تجيب لك حاجة خيالية يعني، أو ما فوق طاقة شنو، طاقة المؤسسة. طيب، لازم تكون شنو ability of the project team risk to action. يعني لازم تتوافق مع مع إمكانيات التيم المنفذ لها. لا يوكلف الله نفسه إلا وزعه يعني، انت ما مكنت تقترح للناس يشتغلوا مثلاً بـ Monte Carlo Technique أو يشتغلوا بمثلاً EMV، وهم ما فهمين نوا بعرف وهم عندنا مع خبرة يعني، إلا إذا كنت تدرّبون على الحاجة دي، أو كان عام من مجروع، فلازم تتناسب الحاجة لانتا الـ action هات عمله ده، مع منو، مع الـ team ذاته، الابريدي حقاً الـ team. انت علي، دي من الحاجات المفروض شنو، تقيس على أساسه، برضو مفروض عمل موازنة ما بين شنو، ما بين الـ impact and response، يعني الأثر بتاعه، ومع الـ improvement بتاع risk profile، يعني، لما أنا أنفذ الـ risk ده، أنفذ الـ response ده، لازم شنو، الأثر بتاعه، بدعاً الـ response ده، يتناسب مع مكانة المؤسسة، ويرفع لي مستوى risk profile. Risk profile يعني مستوى الرسك اللي أنا عالجته، اللي بسموه risk profile بتاعي، حصل له شنو، حصل له upgrade، يعني أنا قللت المخاطرة الكلية على المشروع. جميل؟ طيب، نقوم نمشي لحاجة ثانية اسمها، اللي هي كالعادة ما نتكلم معنا، اللي هي tools and techniques اللي إحنا نستخدمها في عامرة risk response. الـ inputs كالعادة، المدخلات بتاعتنا، الـ plan risk management plan وrecybister، اللي هم طالعين من وين؟ طالعين من الـ plan risk management، طالعين من الـ identify risk. الـ process العمولي، الـ inputs اللي منه للـ process اللي اسمها plan risk response. جميل؟ ننزل ليك المحضر في اليوتيوب إن شاء الله، ما في مشكلة. طيب، الـ tools and techniques شنو، عندك استراتيجية للـ negative risk، والاستراتيجية للـ positive risk، يعني في حاجات، لو الـ risk كده threat، هنتعامل معه بطريقة معينة، لو الـ risk كده positive، يعني opportunity، هنتعامل بطريقة معينة، هنفهم كيف نتعامل مع الـ contingency response. من الـ contingency response، وبعد ذاك طبعا لازم نهتم بمنوه بالـ expert جد من الـ output. كالعادة اللي هو الـ project management plan update، يعني الـ plan بتاعتك بتاعت الـ response هيحصل ليها update، هتعمل update ليمنو للـ project management plan الكلية. الـ project management plan الكامل، اللي فيها الـ schedule والـ budget، وفيها الـ quality، وفيها كل الحاجات دي، لما تدخل عليها الـ plan حدث الـ response من الـ risk، هتقوم تعمل ليها update. وفيها الـ documents، وفيها الـ documents كثيرة، حصل لها deals، زي الإيف والأوبا، وما يلي ذلك. طيب، نمشي نشوف strategy for negative risk، عندنا أربعة استراتيجيات مشهورة في التعامل مع منو، مع negative risk، أو مع المخاطر السالبة. أول حاجة بنعملها، اللي هي avoidance، إنك تتحاشل الوقوع في الـ risk دا من خلالك to invest money or time، عشان تعمل شنو، تعمل avoidance دا الحاجة دي. في acceptance trust، اللي هي عكسها تماما، إنك شنو، إنك ما تعمل أي حاجة، تقبلها زي ما هي، وده بيناع على risk tolerance بتاعك، انت كمؤسسة، فبتقوم الـ acceptance دا، عنده نوعين، ممكن الـ acceptance يكون passive، إنك ما تعمل حاجة نهيا، وتخلي نفسك الأمر الواقع، يا إما إنه تعمل رد معين يكون، إنك تخليها لحد ما تظهر، أو يتعامل معها بعد ما تظهر، من خلال management reserve، أو من خلال أي سياسة أخرى تابعة للمؤسسة، يعني اثنين، تتكلمنا على avoidance، وتتكلمنا على acceptance، البعدها اسمها transfer، إنك تنقل الـ threat دا، أو الـ threat دا، ليشنو، ليه مؤسسة تانية، من خلال شنو، من خلال insurance، من خلال third party، من خلال كده، ليشنو، ليشنو، يشتغل لك شنو، يشتغل لك الشغل، لأنك ما بتعرف له، أو لأنك ما فاضل له، أو لأي سبب آخر، ودي اسمه شنو، اسمه transfer, تدفع، تدفع، تدفع عليه، غروش، التكنيك الرابع اسمه mitigation، الميتغيشن طبعا بأثر على حالتين، بأثر على probability، أنا أنقص الاحتمالية الحدوث، أو أنقص شنو، أنقص الـ impact، الأثر الطالع من الرسكي دا، أو أقوم أنقصهم الاثنين، اسمه mitigation، الميتغيشن يعني شنو، باقوم بوازن، باقوم يا أخي أنا، يعني احتمالية الظهور عالية، أو الأثر عالي، باقوم بحاول جره الاحتمالية لشوية، يعني مثلا، أقلل الاحتمال، إن الحاجي خلاص، مستحيل تحصل، أو أقلل الأثر بتاعي، حتى لو حصلت، فالأثر بتاعها يكون شنو، يكون قليل، ما هو نفس الأسى الشغالي فيه مع كورونا، وهو mitigation، وهو نحاول أن نقلل عدد الإصابات، قدر الإنكان من خلال اللوكداون، وهو mitigation، لأنه ما نستطيع، ما نستطيع، ما نستطيع، نستطيع، لأن الموضودة جاند، ونستطيع، فالحالي، نحاول أن نقلل الـ impact، ونقلل الـ من خلال نعمل الـ isolation، من خلال نخلل الناس في بيت، ونوقف الشغل، وهكذا، اللي هو عملية بتاعت شنو، بتاعت mitigation، الجزء الثاني، بتكلم عن الـ positive risks، أنا ما عارف الزمن، سبحان الله الواحد، بس، يلقى الصلاة 11 جات، طيب، الـ positive risk، اللي بتعامل معها من خلال exploitation، يعني أنا أقوم أستخلص الـ risk دي، اللي هو من خلال نشنو، بنقوم بـ to invest في الـ risk ده، عشان يظهر لينا، يعني مثلا، زي المفار إنه، نقوم نعمل upgrade للمصنع، نقوم نجيب مكان جديد، في مكان ألماني، الإلكتروني، بيشتغلنا الشغل ده بسرعة، فميقوم نعمل، نقوم بـ to invest في المشروع ده، عشان شنو، عشان نجيب الـ productivity حقتنا، ونجيب الانتاجية حقتنا، دي إكسبلويتاشن، تمام؟ ممكن أن نعمل acceptance، يعني خلاص، أنا ما دير to invest، هي جات، جات ما جات، خلاص ما مشكلة يعني، مضو ما خضر، مثل، مثل، alliance أو joint venturing، يعني تقوم تتحالف مع شركة تانية، أو تتصل مع أي مؤسسة تانية، بحاجة أنك الفائدة التي تقوم تتحصل عليها، يعني زين المشروع يأتي بتمويل استثمار خارجي، وكذا، نحن نستثمر مع بعض، إنتوا أخذوا نصو، أو أخذوا نصو، حسب الاتفاقية، ما هو شارع الـ opportunity. Enhance، نفس الفهم بتعمله، بتعمل mitigate، لكن هذه بقوم بزيدة الـ probability، أو زدت الـ impact، أو زدتهم مع بعض، احتمالة الحدوث، أو الأثر، بزيد، بتقوم بعمل تقنيات معينة، بحاول أزيدهم، ديالهم منه، الـ positive and negative impact. من الـ tools and techniques، يعني الـ risk response، حاجة اسمها الـ contingency plan. الـ contingency plan دي، اللي هي الخطة، اللي هي بعملها عشان شنو، عشان أقوم، أتعامل مع الرسك ده، يعني في رسك، التعامل معه، من خلال الـ contingency plan. من خلال الـ contingency plan. على الرسك، الـ risk owner may choose to assemble a team. يعني مرات، انت بتقوم بتعمل لك team عديل للريسك ده، بشكل لي، شكل ليتين من الرسك ده. يعني مثلا، بيقول لك اللجنة العليا للتعامل مع مع الآثارة السالبة الناتجة من جائحة كورونا. ده team أنا فصلتو في الدولة عشان يتعامل لي مع الرسك ده. يعني التعمل كده، حتى في مشاريعك، بتعمل لك team، بتعمل لك مع رسك انت خايف منه. وكذلك بيقول لك إن الـ contingency reserve هو عبارة عن شنو في تعريفه، عبارة عن time أو cost أو resource. نحن بنعمل لها اللوكيشن، يعني بتنزيلة في الخطة بتاعتنا فرن ندفع رسك ذات are accepted and which contingent or mitigating response are developed. يعني نحن بنشيلة time والريسورس والكوصدة بنزيلة بالخطة بتاعتنا عشان نتعامل مع رسك معين. دي اسمها الـ contingency ودي قروش تتضاف على البدجت. وحاجي نشوف في الكيرفاتة الجاية شكلها عامل كيف وجاية من وين. عندنا من التقنيات حاجة يسمها Multi Criteria Criteria Selection Technique Multi Criteria Selection Techniques. يعني أنا في كريتيريا معينة أنا بقيس على أساسه الـ risk الـ option ده ولا الـ option ده بناء على الـ Stakeholder Requirements. نشوف بمثال عاملة كيف. يعني مثلاً عندها الـ option A أو الـ option B. أيّاً كاننا على الـ option ده. فمثلاً الكراتيريا اللي أنا بقيس على أساسها منه. بقيس على أساس الـ price. دي أول الكراتيريا. أو بقيس على الـ functionality. يعني الأداء بتاعها. أو بقيس على شنو. على ease of use. يعني سهولة استخدامها. أو بقيس على شنو. على lead time. الزمن بتوفره ليه في الجدول الزمني. دي الكراتيري بتهمني أنا كـ Stakeholder. أنت ممكن يكون عندك أي كراتيرية تارث يتناسب معك. فبنقوم عندنا شنو. عندنا فاكترين. الـ weight بتاع الكراتيريا دي. والـ rating. طيب. الـ rating ده مبني على الـ option. هوا الـ option A عنده راتنجز معينة. الـ option B عنده راتنجز معينة. بقوم بعمل شنو. بضرب الـ weight. اللي أنا أديته. للـ price. فأنا الـ price بالنسبة ليه هم حاجة. فمديه rate 9 of 10. وعندي مثلا. الفنكشولتي عندكم 9. لكن الـ ease of use بالنسبة ليه ما وهو هدته 6. والـ lead time 7. فبقوم بضرب منه. بضرب الـ 9. في الـ 8. بالنسبة للـ rating. يطلع عليه points. وهنا points. وهنا points. وهنا points. في الـ option A. في الـ option B نفس الموضوع. بضرب الـ weight. في عشرة. في الـ rating. في الـ rating هنا. في الـ rating هنا. في الـ rating هنا. بصل إلى points. بجمعه. في الآخر بختار. بشوف حسب الكراتيريا بتاعتي. أحسن ليهاته. في المثال هنا واضح. إنه هنا. 246. وهنا 234. فبعد ذا حسب الكراتيريا حقتي. حقوم أخذ شنو. أخذ الـ option B. ده ببساطة. الملتي كراتيريا سيلكشن. تكنيك. إن شاء الله يكون واضح. نواصل مباشرة. أهلا وسهلا مهندس محمد حمد. نقوم نشوف. السيناريو أناليسيس. السيناريو أناليسيس يا أخواننا. انت بتعمل سيناريوهات في رأسك. بتشوفه. difference alternatives. ياتو ريسبونس أفضل من ياتو. تعمل سيناريو تتخيل. يعني في brainstorming. في اجتماع. في أي أن كان. دي سيناريو أناليسيس ببساطة. عشان ما نغط فيها زمن سعيد. في حاجة يسمها من التكنيكس برضو حاجة يسمها. Critical Chain Project Management. طيب. Critical Chain. دي شنو. يعني أنا بقوم بفصل المشروع بتاعي. لأكتيفتيز. الأكتيفتيز دي. إذا الناس اشتغلت في رامابيرا. أو ميس برويكت. أو شافت لها. جان شارت. أو شافت لها. جدول بتاع. 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 اكتيفتيز. دي عارف إنو الأكتيفتيز متصلة. ببعضها. فأنا بقوم بعمل شنو. زي. زي أجدوا اللي قدامكم. دي عيد من الكتاب. فبقوم بعمل حاجة اسمها البفر. ودي كي ويرس. لازم تحفظها من السي. إنو أي كلمة بفرز عند علاقة بالحاجة اسمها. Critical Chain. فإنت لما ضيه في الامدحان. جاريت كلام كده. سيناريو بتكلم عن إنو فيه. كريتيكالتين. وبعد ذلك جاب لك كلمة بفر قاعدة تيحد في الامدحان. من غير ما تفكر في السؤال. تاخد كلمة شنو. كلمة بفر. لكا تكنيكس بتاع كي ويرس. اللي يستخدمون إحنا في الأسئلة. بتاع. عموما. فبقول لك إنو كريتيكالتين. هي طريقة. لات ألاو project team. إنو يغضع بفرز. البفر دي عبارة عن time. أو عبارة عن. بتاعليفة هنا. بفر دي عنا. بفر دي عنا. بفر دي عبارة عن زمن. بتضيفه كده بتحقين في. عشان شنو. عشان تقوم تزيد الزمن. تدي نفسك براح في الجدول الزمنية. دي من التقنيات اللي أنا بقوم بعمله. يعني بدل زمن زيادة. عشان أخد راحتي في التنفيذ. أضح ليك لكن طبعا الحاجة دي. ما يعني أنت بتعمل بدون حسابات يعني. أنت بتعمل بفر لما تكون مرتجلة وفعلا يعني. ما تنفخ الزمن بتاع المشروع سائل. ده هو البفرز يعني بتكون بالشكل ده يعني. أيوه زمن احتياطي لتنفيذ خطة المخاطر. طبعا أخوانا أخوانا مستفضة برضو من الخبرة بتاع الريزك. فالتعليقات ممتازة. وبرضو عندنا خطنا منو. برضو يعني كان بتعلق طوالد. برضو عندها. يعني عندها خبرة في الموضوع. الـ Output شنو يا أخوانا. الـ Output من البناء ريسك ريسبونسي المكتوب حيكون في شكل. Update. حيكون Update في منو. Update يا ساعدتك في الشادول. في الكوست. في الكوالي. في الـ Procurement. في الهيومان ريسورس. أو في الريسورس. جنرالي. في الـ Scope. في الشادول. في الكوست. بيزلاين. فكلهم هيحصل لهم. Update. أوكي. الـ Documents اللي هيحصل لها. برضو شنو. في حاجة يسمى. الـ Assumption Log. أو السجل اللي بسجل فيه. كل الحاجات اللي أنا. افترضتها الافتراضات. في الـ Technical Documents. الأوراق التقنية. اللي هو فيها. زي الكاتالوجات مثلا. عندك الـ Change Request. برضو. ممكن يحصل له وبدات. يعني مثلا. انت من خلال الـ Option. اللي انت اخترته في. انك تعمل معالجة. لريسك معين. بقوم بعمل. طلب. للـ Change Board. عشان اللي هم الناس المسؤولين. من عملية الـ Change في المشروع. عشان يقوم يغيروا. في الـ Scope. أو في التامة. وفي الشدول. عشان أنا أقوم. ترى شنو. الـ RISC ده. في حاجة يسمى. الفولباك بلان. الفولباك بلان. الفولباك بلان دي. البلان بي. ببساطة بكة. يعني. إذا مثلا. الـ Contingency plan. ما نجحت. أنا ما معلاء خلاص مشروعي. يقوم يضيع. حقوم عمل. الفولباك بلان. ببساطة التعريف بتاعه. لازم يكون في risk owner. زي ما قلنا. وعنده responsibility معين. لازم يكون في trigger condition. وتكلمنا على trigger condition. الـ Document. that. الـ Documenting the result from. of the plan risk response process. include the following. يعني. لما تجي تعمل بها risk response. حيكون في. تسديل أو سيجلات. Documenting. حيكون ليشنو. Adding risk response to risk register. حنقوم نضيف الـ Responses. للورقة documented. اسمها risk register. حنقوم adding corresponding risk response. to the project management plan. حنقوم الـ Planning. نعمله شنو. نعمله أبدات. مع شنو. مع البلان الأساسي حق دا المشروع. وهكذا. دا مخطط. بيديك. الطريقة التي تعمل بها. الـ Planning risk response. ببساطة. قاعد في الكتاب برضو. أول حاجة. الـ Planning risk response. أنا شنو. أنا اخترتها. تمام. بنسبة لي. عملت. identify the response المعين. أنا دار عمل. response معين. اخترته. تمام. بعد ذاك اخترت الـ response. عملت. بعد ذاك اخترت الـ response. بعد ذاك بجأ بس أروحي سؤال. هل. كل الرسكات. تمت معالجته. أو تمت مخاطبته. إذا نو. حقوم مرجع تاني. لشنو. لانه في رسكات تاني. لما عالجت من خلال risk response. بقوم مرجع. إذا يسح. حقوم طوالي أعمل. شنو. plan resource action. حقوم أبدأ. أوفر الـ resources المناسبة. لشنو. لعملية الـ action. هنفذها. بقوم بعمل update. لشنو. risk register. خلاص بعد ذا. بيقى في response. محدد لكل risk. بقوم بعمل update. لمنو. في risk register. بقوم بعمل شنو. بعد ذاك. review periodic. review predicted residual exposure. يعني إذا في رسك. حصل بعد تنفيذ الرسك دا. يعني بيقى في رسك. أو في رسك. برضو بعمل ليشنو. بعمل للـ review. بقوم بقوم بسأل. الروحي سؤال. هل الـ predicted exposure. accepted. يعني خلاص. الـ residual risk دا. خلاص أنا قبلته. إذا ياس خلاص بقوم بعمل update. للـ project management plan. إلى نوحة. أقوم أرجع تاني. عمل ليه. identification. فدي عبارة عن مصوفة كده. تستخدمها. في عملية الـ plan. risk response. انت مكنت راجعة. براك بعدين. في لما تتراجع. الفيديو. أو تصور البداع دي. شوفها مشا. شغالها معاك. كيف. كده يا سعادات. نحن خلصنا. الـ plan. risk response. أعزروني لو كنت سريع. لكن. لازم أغطي. باقي. الـ control. جميل. شكرا يا دعاء الباقر. بتقول. fallback plan. for passive or active. accepted risk. خلينا السؤال بجيو بعد. ما شنو بعد. ما خلص من الـ monitor risk response. وتذكرك إن شاء الله. طيب. monitor and control risk. ببساطة يا أخوان. عشان ما نوخص فيها كلام. نحن نفس ما خلاص عرفت. عملنا plan. وعملنا responses. طيب. أنا خلاص ربي يديني. امشي. لا. حقوم راقب الحياة شغالة. الـ responses ديه كويسة. خاطبت ليه كل المشاكل. هل الرسكات قلت. هل 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 هل. التفاصيل دي. عبارة عن أسئلة. بس أنا في عملة monitoring. عن controlling. ما أكثر ولا أقل لا. فبقول لك. the process of implementing risk response plan. تم فيه the risk response. tracking. شوف الخالما دي. key words. A بعمل. بعمل. Implementing the risk response. بعمله tracking. بعمل لها monitoring. رسك بالرسك. شوف دي كلها مهام بغمبيه. برقل رسك بالرسك. Etdentify new risk. من يمكن تظهر ليه risk. يديده. أسنان ما شرقها في المشروع. evaluate risk process effectiveness. هل الرسك الآن. الراسك الآن. الـyseپنس الآن عملت ده. هل هو effective. ولا ما effective. كلها تفاصيل انا شنو انا بعمله اثناء المشروع. فبم يقول لك الكي بنيفتس انك امبروه افشيانسي. كنتينيس افتمايز ريسك ريسبونسي. يعني انا بقوم براقبا ريسبونسي وبقوم بقوم في عملية بتاعت افشيانسي في تنفيذها لانها مراقبة. يا اخوان البروجيك مانجر اول ريسك اناليستي ده بعد ما حدد الريسك التاعته حدد الريسبونس مهمة كلها مراقبة بعد. ما في بروجيك مانجر بيشي ليو حفارة بسوقة ما في كلام سيديد. تبقوا على التراقبة. زلده حفر كويس ما لا حفر كويس. بتراقبة جدو للزمنية بتاعته. فده الشغولة كله هيكون مركز علشنو. على المنترينج ان كنترولين. ببساطة كده يعني. طيب نمشي نشوف. البربوس ان اوبجيكتيف اف منيتر ان كنترول ريسك بروسس. الهدف الاساسي. او الحاجات الاهداف نستخلصها من العملية دي. اول حاجة Tracking and Managing Risk Response Action. هنراقب الـ Actions بتاعته الريسبونس دي. هل هي ماشة صاح او لا ما صاح. الحاجة التانية فور ايش ريكس ست. هنقوم هال الـ Contingency response دي. اتنفزت زي ما هي. وفقت لك الـ Contingent. يعني انا ما عملت و جنبت لي القروش كده. جنبتها عشان ريسكات معينة. هل الريسكات دي حصلت ولا ما حصلت. عشان القروش دي لو انا ما استخدمتها رجعه ما اضربه. فانت كـ Project Manager بتكون مراغبة لحاجة الحاصلة دي. كيف دي شغل بتاع Finance. طيب. Approving and Condition Response include define the current project management plan. لازم يا اخوانا برضو الـ Response الى اراقب هل هو متكامل فعلا مع الـ Plan الكلية حق ذا المشروع ولا مع متكامل كليا. عشان بعدين ما يحصل لي دي فكس. برضو الـ Effective Communication مهم جدا في الـ Monitoring and Control. برضو قال لك لازم يكون في Periodic Re-Assessment. الكلمة دي مهمة جدا في الـ Monitoring and Control. فيها تقريبا أسئلة كثيرة في الانتحان. الـ Monitoring and Controlling عموظة بيتكلم عن شنو. بيتكلم عن Re-Assessment و Audit و بيتكلم عن Review و بيتكلم عن الـ Meetings. الـ General Questions يتكلم عنه بتخاطب لحاجات الـ Periodic Risk Re-Assessment. فلازم العملية حق ذا المـ Monitoring and Controlling تكون متأكدة ان الـ Responses دي updated كل مرة. احنا قلنا شغل دي اترياتيب صح؟ قلنا كل مرة نشغل في الـ Life Cycle ماشي براقب 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 براقب. المراقبة دي لازم يكون في عملية بتاعت Re-Assessment للريسكات دي. وبتكون شنو. Re-Re Soundable Intervals، يعني يتم إعادته وفق دورات يعني reasonable منطقية. فادا ما يتعلق برضو لازم يكون في Audit. الأودات طبعا ببساطة كدده في عملية مراجعة وعملية مراجعة منطقة الحقيق ان زل منفض النظام، كنا شغل الناس الآذاء والجمالات بيعرفوا اللي المياه الكثير من. طيب ؟ زي ما اقوليكم table assessment الاول حاجات المهمة جدا؟ طيب. نحن في أسباب معينة ورئيسية بتقودنا لأننا نعمل risk assessment. اللي هي منها شنو؟ منها the occurrence of major or unexpected risk. يعني في ريسك أنا عملت لهذا الدفاع كبير جدا جدا. في التورنادو دياغرام قاعد لي فوق. في التورنادو دياغرام قاعد فوق. يعني شنو يعني ريسك كده خطير ومهم لو حصل معنا شنو؟ معنا عندي ديفكت في عملية risk response. جميل؟ قمنا مثلا بنعمل re-assessment لما need to analyze a complex change request. يعني انت عملت the change request خطير جدا جدا. تغيرت فليسكوب لتغيير يعني كبير. فلا انت عمل re-assessment للريسكات. يعني انت ممكن التنجينا ما جي منك risk assessor. ممكن يجي من الجدولة الزمنية. ممكن المالك يغير رأيه في حاجة معينة في مشروعه ده. فانت يتطرى شنو؟ تتطرى تغير في شنو؟ تعمل re-assessment ده. تعرفين في فليسكات ستطلع من التغيير ده. جميل؟ لازم يكون في فاس رفيو. فاس انت رفيو. الفاس ده المشروع ده أخواننا ينقسم له فاسات. يعني ينقسم له أكسام. التكسيمة دي بنار على المشروع. أي جوال يعمل تكسيمته. يتناسب معه. يقولون مثلا عن طريق الخرطوم مثلا لبيض. يعملوا منه مثلا الفاس الأولى 100 كيلو. الفاس الثاني 100 كيلو البعد. الفاس الثالثة 100 كيلو البعد. فانيحنا بعد كل فاس بيقوم نعمل رفيو. هل التنفيذ المشروع ده تم وفق المخطط. بعد ذلك. لما نحصل project re-planning. يعني مثلا لو المشروع ده توقف. وتاني يقوم بديناو. حصل ليو re-planning. قال re-planning انت برضو كريسك أساسر. لازم تكون تعمل شنو. في زعيد الخطة. طيب. من الحاجات المهمة برضو. لما نتعمل closure للريسك. يعني ريسك ده بعد ما انت حصنفته وعملت كواليتاتيب وقوانتيتاتيب. وجيت عملت له لا ريسك ريسموس. طيب. لازم اي ريسك بنهاية المشروع تكون محدد انت عملت معه شنو. لازم اي ريسك بعد نهاية المشروع تكون محدد انت عملت معه شنو. الحاجة دي ليه. الحاجة دي للفوتشر. عشان بعدين يقدام. الدكومنت انت حتنزل اسم ريسك ريستر للمشروع بتاعك ده. هيستخدمه زول تاني. هيقول ايوا الريسك ده قبل كده يتعامله معه. لكن ما ظهر. يعني هيكون. ما ظهر الريسك ده عشان. عشان بعد الريتنج بداع يكون قلة. لانه قبل كده ما ظهر فدي خبرة بتاع. خبرة احنا تحصلنا على. فيه contingency plan حصلت له. ويعني دي كلها ردود. يعني اما قلت انه ما حصل. يعني اما حصل معك واشتخدم معه. يعني التفاصية اللي حصلت معك اكتبه في الريسك ريستر اوكي. ده مخطط بيوضح لك العملية بتاعت الريسك. control. monitor and control. طيب من الاول هنا بالشمال. الصوت راح ولا في مشكلة اخواننا اذا الصوت واضح. give me an update. اخواننا اذا الصوت الصوت ما واضح. للا كوي سيبوا شرايات انه ممكن نحن ناخد زمن زيادة في الاسئلة وكده. كلام جميل. شكرا يا مصطفى. نحن الله نشكر مصطفى في technical support يعني متابع معنا للمحاضرات كلها. وبيفيدني اشكره من هنا. طيب. so nice and go ahead. واضح ياسر. صلاح كيف يا ياسر. طيب كوي سنمشي لي قدام. فبقوم بيقول ليك طالما عندنا زمن حنقوم نخفيف الريتم شوية للناس الماضح لهم الكلام في الاول. طيب الـ project management plan دي يا اخواننا. ومعها risk register. بلنا حيكونوا input لمنا للبنار risk response. ولمنتر and control risk risk process. فاحنا بنشوف. حنخدق ال input دي في risk response monitoring. المنترين دي ما نقوم فيه بشنو. بالstatus review. بنعمل review حاليا للمشروع. بنعمل بشوف ال responses دي والريس كات حقا لنا عمل لها review. نشوفها وحاصل علاها شنو. وبنعمل audit للسيستم. برضو. دي ما عملتها المنترين. بنرى. بنرأي. 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 بنرأي بنرأي. بنرأي. بنرأي في الحصول والشهر المغدر علاها في البرأي. في أثناء ما انا عمل على status review. بنرأي عن هذه الحصول والشهر المغدر عقل إضافة. ويالتق باري المغدر في مغدر.helm ص distort. ح فنقوم بنعمل شنو هل إحنا طبقنا الكنtingency plan ولا إحنا perform additional risk identification analysis and planning response يعني إحنا قمنا عملنا identification لريسكات تانية وعملنا لا response وهكذا الحصد شنو في عمد الكنترول فالحاية دي بتطبيع ليه أو تبت بمشوين بنعمل communication لمنه الستيكهولدر وبنسجيله في الليسون لارد شوف الكلام ده كله متفاعل مع بعضه يعني إحنا بدلنا من هنا من الـ project management plan هنا وخشينا عملنا monitoring بـ audit and status review وجينا عملنا risk response control هل إحنا طبقنا الـ contingency plan ولا عملنا identify ثاني من أول وليد ما إحنا قلنا الكلام بحصل iteration بعد ذلك الـ integral content control بيقوم بعمل update لمنه لـ project management plan يعني من عملنا risk response monitoring دي وعملت risk response control نحن ممكن نطلع بحاجة اسمها change request نقول له يا سيدي القاضي في الـ scout خطيرة ظهرت وإحنا محتاجين فعليا نغير في الـ scope نغير فعليا في الـ schedule نغير فعليا في الـ cost نغير في الـ quality فالحاجة بتحصل من خلال change request يمشي للـ process قاعدة فوق في الـ integration إذا كنت تذكرتوا الجدول الأول جدول العرق لكم في المحاضرات في حاجة هناك لدينا لغة control change تعمل بها شنو؟ تعمل بها update فهذا يعني الورقة دي أو الصورة دي موجودة في شنو؟ موجودة في الكتاب بتاع risk response. أتمنى إن شاء الله الناس تكون شنو؟ يعني استوعبات ولو جزء يسير من الـ process كالعادة عندنا حاجة يسمى critical success factor بتاعت أي process برضو ديننا الحاجة من الناس بيسألوا منها في الانتحان لكن ما أسئلة كثيرة فقال ليك من الحاجات اللي بتأثر لي على نجاحة الـ process دي إنو شنو؟ إنو ساعة طيب 11 رونس كويس إنو لازم يحصل الـ integration من الـ monitoring and controlling with project monitoring and controlling إذاً bzw مشكلت كون ت ありسالا على نجاح في كل كنتوم ليشكل也是 من المそれではحدث في الانتحان المعرفة الشيء ، ومن الـ monitoring and controlling حق المشروع ككل. they are most important when μια حاجة انفروض quieres شوية ما بين مياننها لازم يحصل ماضية، مجرد threat نعم فقال ليك サ关طاتي 작은 얼마나 عجلHola على الى مرتين نجاح بل احد ضمي basement لازم ك sus نظاره ب THE Hendi مبلغة تكون الجزء من الشنو من حق الشنو؟ السبذه المفروض بتكون لديك Continuously Monitor Risk Register Risk Trigger Condition من أهم الحياة التي تؤثر لي عن نجاح هذا الروسس أنه أنت يجب أن تراقب 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 تكون مفتح عيونك على الترقب لو الترقب ظهر تتجهز الترقب معك طيب في سؤال يطلح نفسه المراقبة حق الترقب مهمة منه ببساطة المراقبة مهمة منه مهمة الـ Action Owner المراقبة حق الترقب مهمة شنو مهمة الـ Action Owner تمام؟ قام قال لك Maintain Risk Awareness والأوارنس دائما بشنو بيقوموا براقبوه من خلال تقارير ومن خلال حاجة يسمى Status Meeting والـ Status Meeting ده الأجندة بتاعته من أسلطة الانتحان أجري سأل منا لأن تفهم إنو في حاجة يسمى Status Meeting من التقلات ها بيستخدموها في شنو في المدرج عن Controlling فالريبورتنج والريبورتر بيطلع من الميتينج ده بيقوم بترسل منه للـ Senior Level اللي هما الإدارات العليا عشان يعرف وضعنا كيف فيما يتعلق بالريسكات يعني أنت كالريسك أسسر خد تستغل يعني بتفتين بتتكلم بس تقول ليه الله يا خي في كده بتدي شنو بتدي إشارات فنصص للإدارة أن وضعك من ما يتعلق بالشنو بالريسك مانجمنت طيب كالعادة عندنا شنو شكرا يا آدم عباس الصوت واضح طيب فيما يتعلق بالـ Inputs Tools and Techniques and Output الـ Inputs بتاعاتنا كالعادة هي الـ Project Management Plan نحن شغالين طبعا communication في الـ Risk Register في الـ Work Performance Data والـ Work Performance Reports طال عليه من الـ Processes تاني أهم حاجة عندنا نحن هنا نتكلم عنها اللي هي من اللي هي Risk Tools and Techniques اللي هي Monitor and Control Tools and Techniques عندك Risk Reassessment وعندك Risk Audit وعندك الـ Variance and Trend Analysis وعندك الـ Technical Performance Measurement وعندك الـ Reserved Analysis وعندك منه الـ Meetings طيب نقوم نشوف الحاجة دي بالتفصيل في الإصلادات الجاية طيب فيما يتعلق بالـ Risk Reassessment زي ما تكلمنا قبل انه الـ Risk Reassessment لازم يحصل بشكل regularly وشغلة بتكون مجدولة انك انت عارف انه شهري واحد عندك Reassessment ربعي كل ربع سنة يعني كل ثلاثة سنة لديك شنو 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 الـ Repetition بتاع التكرار حق الـ Reassessment بتبني على شنو على الـ Performance بتاعك فانت لو لو لقيت انه ريسكات حقتك بيتكرر كتير فلازم تعمل ريبتيشن اكتر وهكدا والحاجة مبنية طبعا لنا حاجة حق قوالتي مبنية على Plan to Check Act اللي هي Edward Deming Cycle طبعا ببساطة يعني Risk Reassessment انك بتراجع يعني بتراجع الحاصل في المشروع بتاعك شنو في حاجة يسمها Risk Audit الاول عملية بتاعت الـ Auditing او العملية بتاعت المراجعة الداخلية طبعا عارفين انه في مراجعة داخلية مراجعة خارجية كلها بسموع Auditing ممكن طرف ثالث وهكدا المفهوم بتاعك لو انت تشوف السيستم بتاعك او لا تطبق انا فاهم قبل انا حددت انه مفروض يحصل Audit مرتين في السنة مفروض يحصل ميتنغس كل شهر مفروض يحصل مثلا Documentic لكل في الـ Update اللي يحصل التفاصيل جزء من السيستم لازم تتعمل فمهمة الـ Auditor انه يراقب هل التفاصيل قاعد تحصل ولا ما قاعد تحصل عشان ما يحصل لك بعدين ديفكت في شنو في السيستم اوكي لا فهمية تعلق مثلا زوال اللي قال لك Are the risk management rules being carried out as specified يعني هل كل الـ rules مطبقة حتى حسب ما هو طرحة أو حسب ما هو مخطط له Are risk management rules adequate for controlling the risk هل هي مناسبة الـ adequate من الكلمات المهمة جدا انه هل هي ملائمة ولا ما ملائمة وهكدا يعني طيب من الحياة العظم في الـ في الـ monitoring and control risk process اللي هي الـ variance and trend analysis فبقول لك انه many control processes employ variance analysis to comply plan result with actual with actual result يعني انت بتراقب منحنيات تنفيذ المشروع المنحنيات دي X axis تعالى عديل بتراقبة الحياة دي بتقول بتشوف روحك صرفتها كم في زمن قدر شنو صرفتها كم في زمن دي اسمه variance analysis بتقول بتشوف هل انت ما خطت طلوة توصلت له ما توصلت له ليه بساطة فكرة variance and trend analysis بقوم بيقول لك for the purpose of controlling risk trend of the project execution should be reviewed using performance information يعني انت بتقوم بتراقبة معلومات المدفقة ليك أثناء العملية عن controlling هل نحن خاطبنا كل ريسكات ولا ما خاطبنا قل لك يعني من التكنيكس اللي بيستخدموا هنا حاجة يسمى الـ وحنشوف في الـ شكلها عامل كيف والـ عندها معادلات قرابة العشرة معادلات العشرة معادلات دي انت عندك في risk management ما مطلوبة يعني انت في risk management المسألة الحسابية بتاعت المعادلات دي بالنسبة لل earn value دي ما مطلوبة بينك في الانتهاء لكن في الـ PMP مطلوبة يعني في معادلات عديدة تطبغة في أسئلة الانتحام بتحسب حساب قاعدة في الكاتر بتاع بتاع schedule كده محمد حمد تذكرني تقريبا في عملية scheduling ما هالطيب عندها سؤال تقريبا نشوف إن شاء الله هو عندها معلومة فالعملية بتاعت الـ انت في risk management ما مطلوبة بينك انا هاجب لك منها لمحة بس كنت تكون فاهمة وضوع ما شي كيف بيقول لك the outcomes of these analysis may forecast potential deviation يعني انت لما تراقب الترنت دي حتكون متوقع انه التغيير هيحصل لك في نهاية المشروع هيكون قدر شنو potential يعني المسألة بتاعت الـ ويستخدموها في توقع القيمة المستقبلية للمشروع أو targets تمام فمثلا فمثلا الدفعيشن دي بتكون من شنو يعني انت عشان تعرف ان المسألة دي انحرفت من الرسم الأساسي بنان على حاجة معين الحاجة المعين يسمى الـ baseline يعني انت لما انخططت المشروع عملتوا بنان على baseline معين باني عليه يعني انت بتقيس الفرق من مرجعية المرجعية اسمها baseline الـ baseline بتاع الـ scope الـ time الـ cost الـ quality الـ procurement الـ experiment وهكذا فهذا مثلا دي هاي من الكتاب بتشوف انت لو ملاحظ دي الـ plant value انا احاول اشرح لك broad كده ده الانت مخطط له والقاعد في النصدة ده الـ plant value طيب قبل ما نبدأ في الـ plant value عشان نكون واضحين دي الـ cost دي قيمة الدفقات النقدية الى الكاشن انا صارفه قاعد شنو في الـ y-axis وده الـ time ده الزمن وهو ماشي تمام فانت حسب الخطة انت عملتها انه ياخي الـ plant value دي حسب الخطة بتاعتي القيمة المخطط لها تخلص هنا مشروع ده مفروض التكلفة الكلية تكون شنو budget at completion هنا دي الخطة بتاعتي طيب انا اثناء ما بنفز الـ actual cost اللي انا بدفع فيها القيمة اللي انا بدفع فيها ماشا لو لاحظتم في منها فرق في فرق هنا ما بين الـ plant و بين الـ actual صح؟ فالقيمة دي زائدة هنا فمثلا انا قمت اخطت مقطع هنا بحتة في النقطة دي قمت شنو قمت خصمه دقيقة خلينا نعمل ريفيو الحاصل شنو في المشروع ده فقمت عملت هنا لقيت انه انه في فرق بين الـ plant و بين الـ actual فبقم انا من خلال المعادلات مثل المعادلات تحت الـ tcpi من خلال المعادلات كمية بقم بقدر اتوقع انه المشروع ده سيخلص لي estimate at completion بفرق قيمة معين بنار على تريند تشاهده اسمه الـ variance هذا الـ variance هذا التغير بين المخطط وما بين منه وما بين الـ action فبنار على المعلومة انا وصلتني من حد هنا من خلال المعادلات الرياضية بقم بعرف انه الـ budget في الآخر ستقوم ترتفع 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 وتصل لي قيمة معينة estimate at completion وده budget at completion دي انا خططت لها من الاول وعاملها وعاملها قيم معينة في الميزانية حقتي لكن دي تقديريا من خلال المعلومات هذه عرفتها هنا فبقوم بعمل شنو بقوم بضيف قيمة بتاعت قروش اسمها management reserve عشان تغطي اللي فرغ القيمة ده ثم طرده كيف علمي يا اخ فدل 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 فرق من خلال شنو الحادي رسل بيان عيه تجيب الكراسة الجدول المخطط ده شفتوا الكراسة الزماندة وجيت شوف انه دفعت كده يوم كده التدفقات النقدية مشت من وين و جات من وين تقوم ترسوم x-axis و y-axis و نقطة هنا و نقطة هنا و تقوم تعمل خط الخط بتاع البلانت تفاصيل رياضية قاموا الجماعة طبعا لأنهم بحبوا الكمبيوتر تدخلوها في شنو تدخلوها في softwares عشان تدخل قيم معينة و تجي قراءات معينة بناء على شنو وتوقع معينة عشان ما تدعب نفسك في شنو في العملية الحسابية دي طيب الموضوع ده في معادلات كثيرة من المعادلات دي To completion performance index و عندها معادلة PAC EV EAC iento POAC EARNVALUE PLANNVALUE C و كنت تتخلو عشان ت하세요 و تراجع هذه المشروع و تراجع هذه المشروع في الامتحان لا يوجد كثيرا و أقول لك عشان ما أنك هل يحصل LARNVALUE ويسألك من الكلام ده. انت سؤالك يا حبيبنا. هجيك في دل في المعلومات دي. انه تريند ناليسيس بيستخدمه في شنو. وبيتلاع بي شنو. ويسيب منه في شنو. والفايدة منه شنو. هتقول لي انه فايدة انه تعمل فوركاستن. هايقوم يقول ليك يا اخي في سيناريا معين. هايقول ليك انا دار اتوقع انه هيحصل شنو. في نهاية المشروع. هايستخدم يعطو تكنيكس. هتقول ليك هتستخدم. بس ده المفهوم مطلوب منك حاليا. لكن انت لو عايز تتبحر في الموضوع ده. ده موضوع فيه كمية بتاعت. فاينانشيال اناليسيس. وكده. لكن جميل يعني حاجة ممتع جدا. نفس الشي من الحياة اللي جابينا في الكتاب. حاجة يسمى تكنيكال بيرفورمانس مانجمن. شفتوا الرسمة الفاتت دي. لزاته. الشاب الجزاب ده قام. عملها شنو عملها. عملها تناسب عملية تصنيعية. لما أنا كوش أغال بصنع في حاجة معينة. قام أضاف له مصطلح زي مصطلح. البرفورمانس بيزد ايرن فاريو ده. ده مصطلح بتاع تصنيع. فنفس الترند ده. هو هده نفسه هده له. الرسمة الجنبكو. الرسمة الملونة دي أنا جايبه من موقع. بالنت. عشان اشرح بها بس. لكن في الكتاب ما في كلام زيد. فالموضوع شنو. إن كنت نفس الحصل فات. عندك إيرن فاريو. مثلا الأكشو والكوست. وده المصطلح الجيد. قلنا من اللي هو. فتخيل إنهم حتى عملية تصنيع. النازل براقبوه من خلال. الترند أناليس. شفتموه. النازل ما وصلوا ببسيط يعني. العلم التعبوا فيه وطوروا. عشان هم يصلوا لمرحلة. بتاع كفاءة إنتاجية معينة. رب تكون بالصدفة. رب تكون بالطرق البداية. فلازم الناس ترتقي لمستوى. بتاع. بتاع تحليل إحصائي. يعني. يعني. تخدم العلومي في انك فصل. لمستويات عالية. فبقول لك. النازل تحليل لفترض. تحليل لفترض. يعني الحياة نفزناها. التحليل تحليل. 制裁 لفترض. لفترض. يعني. أنا عندي أطلق بتاع. يعني عندك أنت. في النازل. التحليل. التحليل. يعني. التحليل. تحليل من المهم. المهم. فده ما يتعلق بالتكنيكا البرفورمانس شنو مجرمنت نقوم نمشي لشنو نمشي للعمر طيب قال اي تي سي استيمت كومبليشن كوريكت طيب التكنيكال التوالزن تكنيكس منها برضو كذلك عنا لحاجة يسمى الريزيرف اناليسيس تكلمنا عنا اللي هي ريزيرف اناليسيس تحليل الريزيرف اناليسيس تحليل الاحتياطات احتياطات نقضية واحتياطات تعجلية والزمنية التحليل بقال لك بين شنو ما بين كمية الريزيرف الفاضل لك الجروشة انت مجنبة دي عشان الريزك الفضلات لك وكمية الريزك الموجودة عندك. يعني هل انت صرفت اكتر من المطلوب ولا صرفت اقل من المطلوب هل الجروشة انت مجنبة الريزكات دي هل حصت الريزكات دي فعلا وقدرت تصرفت منه ولا ما صرفت منه يعني توقع كان سليم ولا ما سليم بس تبيد من الدوكومنتيك بتاع المعلومة دي في البروكيكتشنو المستقبلية. الميتنكس. الميتنكس يقول لك لما تقعد الميتنك بتاع 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 رسك كنترول في اجندة معينة اول اجندة المعينة اللي هي شنو مثلا التوب ريوريتي رسكات برزنت يعني انت حاليا اهم رسك عندك شنو ضمن المواضيع. المواضيع رسك تريجر كونديشن ذات هف اكتر يعني التريجر الظهر شنو وتريجر ما ظهر شنو. بتشوف الرسك الظهر في الفترة الأخيرة رسك الثالث بريود. بتكون بيشوف الرسك كلوزد الخلاص حصلا بيقات اودياتي. وممكن تشوف الليسون ليرد من الرسكات دي في الورجانزيشن والأبدات الحصن لمنه للبروكيس اسيت. ال أوفا. داعي اخوان برضو بيسأله منه في الامتحان بيقول لك يا اخي الميتنك بتاع رسك شو شنو. وهو طبعا في الامتحان بركزك انك تبقى رسك أسيسر اكتر من انك تبقى شنو. تبقى شنو. تبقى القطة ال time related وال cost related يعني ال contingency reserve ده بيقطلك عندك contingency بتعمله لل time وcontingency بتعمله لل cost. المعلومات الجنرال برضو التراكين. طبعا دي الحاركتريستيك اللي هي المواصفات بتاعت بتاعت التولزان تيكنيكس. التريجر كونيشن. التراكينج اوبرو اول ريسك. يعني مفروض تعمل تراكينج اوبرو اول ريسك. مفروض تعمل تراكينج للكمبلايانس. الكمبلايانس طبعا من خلال الأودت يا اخوان. ما تسمع كما تكمبلايانس معناه يعني انك متوافق مع مع النظام. طيب اخر حاجة عندنا ال output. output of risk control. حيكون شنو عبارة عن updates كلها. يعني انت لما انتيجي عمل control risk حيكون عبارة عن شنو عن update. the final control action of risk monitoring is record actual data for future. يعني الموضوع المهم في عمزة control بتاع الرسك انك بتسجل ال data دي للمستقبل. انك بتكون طابع على الهرتج او طابع الارث بتاع المؤسسة انك انت عندك risk analysis قبل كده عملتها واستفدت منها. قال قليك the definition of what risk must include what is destroyed mechanic. يعني في عم في الطريقة بتاعت الميكانيزمة التي نستخدمها عشان نسجل بها الريسكات اللي حصلت او المعلومات الطلعت من ال controlling. الطريقة التي نسجل بها او الميكانيزمة التي نسجل بها ال data اصلا بتكون مخطط لها في شنو في risk management plan. يعني انت كبير من ما عملت risk management plan بتكون عندك بنت في ما يتعلق بتسجيل ال data الطابعة من control risk. دي المعلومة اللي هو اضافة لك هنا. برضو شنو the goal is to ensure that significant risk management information recorded. يعني كل المعلومات اتسجلت عندك. typical information include the following. قال ليك لما انت يسجل المعلومات. المعلومات دي فعليا هي هاتو معلومات. خلينا نتشوف إن كنت بيسجل شنو. حتى تكون عارف. each identified risk or type of risk يعني اي risk ظهر لك الفرد يكون مسجل. يعني انت شغال controlling اي risk جديد بيسجله. effective of avoidance or exploitation يعني اذا كان عملت ال avoidance انت اخترتها يعني في رسك معين اخترت له avoidance. هل ال avoidance ده مناسب او لا مناسب. دي من الحالة بيسجله. effectiveness of transfer or sharing. هل انت في رسك معين قلت انا عملت transfer او share. هل الحاجة يجبكت مناسبة للريسك ده او لا مناسب. عشان بعدين اللي قدام لما نجي لقيني الريسك ده ذاتو. افهم انه انا زوادي استخدمت share او ما نفع. ال documenting. ال mitigation برضو هل كان مناسب او لا مناسب. وال occurrence of acceptance opportunity او risk. يعني انا التسجيل بتم لكل التكنيكس انا استخدمتها. هل هي كانت مناسبة ولا ما مناسبة. طيب انا اعتقد انه نحنا شنو. خلصنا من شنو. من ال الناي كله. فشكرا. طيب نحنا حاليا كملنا الكورس بتاعنا. خلصنا ال chapter 5. وخلصنا الكورس بتاع risk management عموما. الكورس ده هو مهم لكل الشرائح. انت بتاخد فيه معلومات و data. عن عن تفاصيل انك كيف ممكن تعالج ال risk card في مشروعك. والمعلومات دي كتيرا. طبعا عارف انه خمس يوم ممكن قد لا تكون كفاية. او الحكاية بتاع التوتال 6 hours او 7 hours دي. ما كفاية انك تغطي كل المنهج. لكن انا اي حاجة في الكتاب اددك منها حاجة. يعني انت يعني قد لا اظن انك ترجع على الكتاب بتاع ال bing book او بتاع ال practice standard. و تجعل نفسك ما سمعت معلومات على الحاجة هذه الحاجة. يعني حاولت تلخصتك الموضوع كده يعني سريع سريع. لكي تاخد معلومات على القصة. وانت بعد ذلك ممكن تكون موهل انك تستلم شيء هذا و تمشي تقدم ال SPMI و قلل لهم ان انا اريد ان امتحن. لكن قبل ان تعمل الحاجة تأكد انك قرأت الكتاب تمام. واتهدت كميز في الموضوع. طيب في سؤالك انك قد يسايل انه انا خلاص. انا طالما اختر الكورس ده. انا كيف ممكن امتحن. شوف يا اخي الكاشف. فالدار امتحن اول حاجة انا في اول المحاضرة وضحت انه السورس شنو. السورس هو ال bing book 5. و ال practice standard القاعد عندك بتاع risk management. فال bing book ده عندك ترات ترات وضحت بتاع communication و بتاع schedule و بتاع منو. و بتاع الريسك. لا تقرأهم. ولا تقرأ ال practice standard. تقرأهم تقرأهم تقطيهم. تمام. القاعد بعد تقرأ المرة الاولى في اسئلة. انت بتقوم شنو. تقوم بتعمل تقل للسئلة ده. طبعا في اول مرة ستجيب اسئلة كلها غرض. انا بشرك منس. ستجيب كمية من اسئلة غرض. لما تعرف نفس قطة وين. ستعرف حاجة يسمى هالجابس. هالجابس ده. انت بتقوم من خلالها بتعمل feeling. بتقفل الحتات المعلومات الناقصة عندك. و بتعرف انه الامتحان تخاطب شنو. يا اخوانا قرأة الامتحان تختلف عن القراءة العامة. انا مجيب لي رواية اقرأة. بعد اسبوع معكم مذكرة الشخصيات الجوة فيها. من إذا كنت متخبص في الموضوع. لكن عندما نكون قرأة الامتحان. بكون عايز تخاطب مع الفكرة بتاع PMI. ففي PMI تكون دهالك تكون عندك خبرة معينة في تنفيذ ذات المجد. ذات الريسكات. فانت بتشوف الأسئلة بتعمل طاقة اللي أكبر كمية الأسئلة. ترجع تقرأة ثانية. تقرأة مرتين يعني. تقرأة مرة ثانية. بعد ذاك بتكون بتباشر في حل الأسئلة. الموضوع دا ما بياخد لها شهر شهر ونص. طبعا بعد ذا حسب انجليزيك. حسب انت عندك بيم بي قبي كده ولا ما عندك. حسب رغبتك في الموضوع. حسب البرغراون بداعك. يعني انت مثلا انجينير أو قاري منجمين. قاري بيزنس. الموضوع بتاعك تتكدت عايز منه شنو. برضو من الحاجات المهمة جدا. فانت ازا المسألة ما فيها ما فيها رغبة. يعني ما فيك التمسي بينك وبتلين الموضوع دا فما أظن انك حاجة لتبديع فيه. لان لو لاحظوا في المحاضرة بتاعة الريسك. انا لسيس في كم في كلام تقييل كده. لكن انا واثغ ان كنت لو قاعدت له. ممكن شنو. ممكن تحل له. انا هاجمسي حاليا افتح باب شنو. باب الاسئلة والنقاش. والنقاش ممكن يكون عام عن كل المعلومات اللي احنا قلنا فيما تعلق بالريسك. ما رجمي. طيب. قبل في. ما عارف منو سأل. كان عندها مشاركة ما عارف. طيب. احمد النوش. بفر is very critical for cost if the organization working from cost perspective. ايوة لكن لو شغالة ب time perspective ما بكو عندها مشكلة طح. جارولة ليلى وين برضو الكلام داعضو. ضخة قالت ليين الله اسلام تعي اسلام تعي اسلام تعي. طيب. دعا قالت الفول الطير الباح BLAN FOR PASSIVE OR ACTIV ACCEPTANCE RISC. سؤال جميل. الفولặt بلanz sendo thirty five.ré ا应emas deba up an example for lack of a change or active . انت passive accept ما بتعملها plan. هو عموما شوف ال fallback plan دي عبارة عن plan B. يعني لازم يكون في plan قبلها ليها contingency plan. فهي for accept for for active acceptance. For active acceptance. على ما اعتقد. For active acceptance. ايوه. For active acceptance. طيب ان شاء الله اكون جاوبتك يا دعاء. هو عموما حتى اذا passive بالمناسبة. Passive acceptance. يعني انت ما عملت حاجة. بقيت عائلها كده بس. فانت ما عندك خطة اساسا. فمعنها ما انت ما عندك fallback plan. ما عندك لا اي حاجة ريسكي. فبعدها انت بتعمل لك بلان بتمويله لكن من هنا. التمويل في الحال الذي الاختلاف بيكون في التمويل. ما في اسم الخطة. التمويل هنا بكون من ال management reserve. ما بكون من ال contingency ريسكي. ليه? لانه ال contingency reserve دي عندك ليه وقروش محددة لريسكات معين. فطالما انت passive accepted للريسك دي. فانت معناه ما هل يتعامل معاه. ختخليها قاعدة زيك. انت بتكون ريسك tolerant. انت ما عندك مشكلة مع ريسك انه يظهر لك. ان شاء الله اكون جاوبت لك على سؤالك. يا استاذة دعاء. الجزول هو متبقي اثر الريسك بعد معالجته. شكرا يا حارف ساتي. كلامك صح. طيب ابو بكر خلاف الله. الصوت راحة. طيب قبيل 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 قبيل. طيب الليلة صوت فل والصورة فل والنت فل. انت فل ذاتك. طيب. قالت مها طيب قالت لكن شكرا أحلا لدينا سنوذه المثلة. من ما تكون السنون و jut Romans وهاس الأن مستو mulعات زيكا فيه. اعتمار سان الشرح وampر أ限 الليلة صورة الليلة صوت �ulenون Ոينء، سيكون ريسك. يمكن تتكلم عن معلومة أنا ضرحت بيد الغمط لخصطها شكر الله وزعيك طيب محمد حمد أهلا يا مدرب يا عالمي جارول قال for regular output of the for regular output from control process يا سلام ده حافظة البنبوك طبعا جالتها تمتحين قريب شكلك Work performance information, change request, plan update, document update and open update طبعا يا قالنا دي حاجة مهمة جدا جدا وفرط المناسبة في tools and techniques يجب أن تحفظها هذه هي الأشياء 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 يجب أن تحفظ tools and techniques وهو عبارة عن 13 tools and techniques في الثلاثة عبثلات يجب أن تحفظهم كلهم لأنه يسأل منهم في الامتحان يقول لك عديل الأوضبوت بتاع plan risk response يسألك عديل تحفظ هذه الحياة بالمناسبة تحفظها عديل يعني ما تفهمها تحفظها تتلجي تلجي تتلجي في رأسك مصطفى الزمن كيف؟ تأخذ حدي الساعة 10 بتوقيت السودان الساعة 10 بتوقيت السودان معناها ساعة 12 بتوقيت نسقة تفضل لنا 10 دقائق أفضل تنتحن PMP وبعد ريسك ولا العكس لا طبعا أفضل تنتحن PMP أول It's better بساعدك طيب الإنجليزي مشكلة شكله لا لا الإنجليزي ما مشكلة إنت مفترض تقرى 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 تحاول تقرى في مناسبة في بالعربي يعني إنت كخلاص الشغل دي غلبتك في بالعربي كتب بالعربي تقرى السوادات في الامتحام في بالعربي إذا عايزوا إعطيفك لغة يعني هندسة دارين فريق واضح ما بين السكندري والريزيق دول والبيرك راونتس أووووووك كنت قالك دو والله سعى الواتصاب يا همحمد حمل طيب هو دار الفريق بين السكندري والريزيق دول شوف السكندري دا دا مباشرة طلع من العملي اللي انت عملتها يعني في رسبونس انت عملتو طلع منه شنو طلع منه رسبون طلع منه أثر الاثر دي اسم سكندري لماذا؟ يعني القائمة. يعنيotine risk. طلع منه secondary response. تمام? لكن residing wall هذا الحاجة الرشاحة لك ممكن تكون المتبقية لك من شنو؟ من secondary. يعني انته بعد ما عملت secondary بيكون في حاجة متبقية لك. دي الرسك دا بكون عالي. يعني risk الطارع بك residing wallدة ما بكون عالي عنك. رسم residing wall residing wall risk. غالبا بيعملوا acceptance residing wall. إن شاء الله يعني يعني شنو وضحته لك. الـ Workarounds. والله سؤال الـ Workarounds لسؤال شنو سؤال دائر 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 قاعدة لأنه الـ Workarounds لأنه في علاقة في علاقة يعني ما واضحة في كتاب البينبوك. أنا شخصية أنا ما قدرت يعني استوعبه بمية في النية. ما بين الـ Contingency Plan وما بين الـ Fallback Plan ومن الـ Workarounds. الثلاثة ليل. تعريفاتهم مشابه من بعض. يعني قد يكون الـ Contingency أبعد منهم لكن الـ Workarounds و الـ Fallback Plan يعني زي بعض. طب مرات بيقول لك في التعريفات ان الـ Workarounds دي بيستخدموها للريسكة الماء أساسا. يعني انت شغال في الـ Control Risk قامت ظهرت لك رسكة جديدة نهائيا. رسكة جديدة نهائيا دي ما عندها قيمة في الـ Contingency Plan. والـ Workarounds أساسا ما محدد. الـ Plan B بناء على حاجة انت اتنتفايت صح. فبقم بيقول لك ان الـ Workarounds دي رسكة جديدة كرت. ما عندها أي بلان وما عندها وما عندها قيمة في الـ Continency وما عندها قيمة محدد لها ولا أي حاجة. فبقم بتعمل حاجة انتفايت صحيح أو كما قال يعني بعد ذلك قم شنو راجع أحمد حمد في البنبو. هذا سؤال بتاع ذول محترف. طبعا محمد حمد ده من المدربين بتاع PMP وانا و هو امتحدنا الامتحدثة في القاهرة وكان هو يعني من الاساسة بتاعني يعني. عمار عوض قال هل ممكن الزول امتحي من السودان؟ والله ياخي I'm so sorry ياخ. نحن لازلنا في البان من الامريكان فانت لاين تطلع تسافر. ماس قد دي عازلنا؟ والله هزات عايزاك ياخ. محمد فضل FORMIDABIL MARIA yaqu doc Is it possible to share with us the FORMIDAYBLE MATERIAL يوال ده لكن ماعرفتك. FORMIDABIL MATERIAL العديل اكوائس حاضر حديك الفORMIDABLE MATERIAL اسئلة العاديد يفيك بفضل طيب زحي benz schokran ya Dontnush. هار السات vilعربي طيب باش منديس خلي ليانا كاوت للأسئلة لو ما فيها سغالة . ولله حتي لو فيها سغالة بخالي لكي أخي ما مشكلة ياخد. بعدين الساغل ي heat agادي يعيني献 مشكله شنيعن طيب, Workaround is a limitation for a temporary risk. أوه قلتها خلاص، شكية تكتب حق عز وجل يا أحمد، كويس تمام. قال الworkaround is a limitation for a temporary risk. عاوزين أسئلة في كل باب مع إجابات وشرح للإجابات. أوه ده دالة تيتوريال انتي. والله كدت واصلوا مع أخونا طارق. طبعا طارق يقول إنه داتا دي كلها موجودة في الصفحة بتاعت مركز يوتين للتدريب. وطبعا برضو الشيء بشيء يذكر يعني إنه الكورس ده براعة مركز يوتين والباحثين السودانيين. يعني عاملين دين يقولوا joint venturing وإنه قدموا دورة مدينية للناس على risk management. فأرجعي لطارق عنده كورسات تانية برضو هي provides, neighbors, and other things. رجعوا له في الصفحة بتاعته هو ممكن شنو. ممكن يراجع عليك ويفيدك يعني. الله يخليك طيب. محمد حمد الإجابة قاله واضحة. شكرا على إطراء. بحيث. أكد لي عملية تيمتحم بالعربي دي يا باش. أيوة ممكن تيمتحم بالعربي. لكن ما صحة كانت تيمتحم بالعربي. المصطلحات تحتك هتكون ضربة. لانه ما احطة يدر بشرح ليك المسألة دي بالعربي. انت ممكن تاخذ بالإنجليدي وترجموا هي نفسك. طيب تعتقد إنه إذا في أسئلة ثانية يا شباب. لدينا 5 سنوات أخرى شكرا يا جارول عبد الرحمن يشكرنا نشكرك يا ساعدتك كيف أقدر تحصل على الشهادة؟ أنا مؤهل للإمتحان الشهادة عبد الرحمن متوفرة عن طارق نيوتن مركزيات التدريب يا أخواننا عنده صفحة الصفحة اللي يخشوا عليها أريدكم التفاصيل كلها كيف تقدر تعمل تقدر تحصل على الشهادة طيب تسلم يا مدير الله يخليك يا غالي بكري بكري سيف والله يا أخواننا كونه 50 نفر قاعدين حاضرين معايا الموضو ده يعني دوريا لي أفريشيات ذات الانتحان نفسه ما فيه لغة مساعدة أيوه فيه نفسه لغة مساعدة أيوه ممكن تضيف اللغة العربية طيب جزاك الله خير يا عادل جزاك الله خير يا تامر يا منتصر أنا ما عارف إذا بعد ذا نحن مفترض ننهي لقاءنا فأنا والله ايواز يعني اذي مبقولوا انكم حضرتوا معايا الدورة دي وانا استفدت منها صراحةً وكانت يعني رفقة رفقة جميلة يعني وان شاء الله هنلتقي في في اللايفات جاية فأنا مفكر انه انه اقدم الكورسات دي مفترض للناس لانه المحتوى السوداني ضعيف في المسألة وأي زل بطرحة بتكون مسألة فيها جروش برضو في مختلح بتاع الـ PMP انه انا اقوم اعمل محاضرة كل اسبوع او كل اسبوعين في شابتر معامل من شابتات الـ PMP Online and Free يعني ها هجوف اتخاطب مع مركز نيوتين والحسين السودانيين انه نحاول نقدم الحياة للناس وفري يعني في فتيل حاجة بسيطة مثلا المعلومات الكتيرة يعني الناس اللي قدمة لبعض وفي تكاليف مالية وكده في زور مرة بيكون دار المعلومة من غير ما يكون عايز خوش قرص أو كده فمنحاول نقدم لكم في مقبل الايام ومقبل الساعات شكرا جزيلا لكم يا أخوان انا كنت سعي جدا باللغاء معاكم من خلال صفحة البحثين السودانيين ومن خلال مركز نيوت التدريب ويعني ان شاء الله نتواصل الحساب بتاعي ما تتوفر عندكم في الفيسبوك وفي اي وقت ايزوا عنده سؤال يسأل ان شاء الله والداتة كلها انا رسلتها قبل كده في الكومنس واسي برضو من كرسي لكم برضو أبايا مسينجر شكرا جزيلا لكم نلتقي ان شاء الله في محاضرات ثانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا شكرا جزيلا ترجمig جزء شكرا جزيلا شكراх من ت ترك منجب شكرا جزيلا